أكثر صناعة للفرص يعني يمكن صحيفة أصل إسبانية قالت أنه هيسم حسن من أعلى عشر لعيبة على مستوى العالم في الدوريات الكبرى في العالم من حيث المروغة والنجاح في المروغات رقم واحد كان أدمت دوري لعب برشونا الحالي هيسم كان ما بين أول عشر طيب لو دخلنا نشوف الإحصائيات بالزبط وبالأرقام ونشوف معدل مروغاته يعني دي نقاط قوته الأساسية لما تشوف النقاط قوته لو استعرضنا على الشاشة دي الدريبرز بتاعة هيسم حسن لما تشوف في المباراة الوحدة عدد أفريج في التسعين ديئة أو متواصل في التحليل 17 مروغات نسبة النجاح 80% نسبة رهيبة وهو رقم واحد متصنف رقم واحد طبعا نحن عارفين هو معار من جياريال لمراندينس في الدوري الدرجة الثانية الإسبانية هو رقم واحد على مستوى دوري الدرجة الثانية الإسبانية الرقم ده طبعا رقم رهيب جدا لما نشوف كمان الوفينسيف ديولز أو محاولات نحن نتكلم عنه عنده 19 سنة كمان ده معناه ده لسه البوتينشيال بتاعه عالي جدا لا لا وعنده الجرأة يعني عنده الجرأة وعنده الشخصية إنه واثق في إمكانياته يعني السن ده برضو شوية حتة الثقة بالنفس وحتة الشخصية بتبقى مش واضحة أو يلازم يبقى لعب كبير قوي عشان في السن ده يبقى عنده الأرقام دي صح قيمة مظلوط من الوف المية ولما يبقى لعب في السن ده عنده الثقة دي في نفسه بتأكد لك قديه الورد ده ممايز جدا لما تشوف المحاولات الهجومية بتاعته محاولاته الهجومية في المباراة الواحدة هتلاقي أنه عنده بيعمل 22 طب معلش دي العرضية الكروسوس بتاعته في المباراة الواحدة خمسة ونص عرضية في المباراة الواحدة وهو رقم اتنين بالزبط زي ما قال فاروق في الدوري الإسباني في الدرجة التاني المحاولات الهجومية في المباراة الواحدة بيعمل 22 محاولة على المرمى نسبة النجاح 65% تقريبا ده برضو رقم وهو رقم واحد في الدوري الإسباني في الدرجة التانية طيب لو جئنا نطبق ده قبل ما نطبق ده أنا كنت عايز وانت ذكرتلي ودي نقطة مهمة جدا سيد أحمد اللعيبة اللي بتاع في نفس المركز في مصر يعني هو هيديف ايه عنهم وانت قلتلي عندي ازدحام عندي تريزي جي عندي طيب لو جئنا نشوف هنا تريزي جي المحاولات الهجومية بتاعته متوسطها في المباراة سبع محاولات مقارنة بحسن هايسم حسن قول لـ 22 محاولة نسبة النجاح هنا 52% بس هنا مستوى المنافسة مع اختلاف طبعا من المنافسة بتفرق يعني مستوى المنافسة مستوى القوة يعني بتختلف نعم مش تقاليل من هايسم أنا لسه أتفرج عليه معاك نعم شفتش بس يعني برضو سوى الدولي مستوى الدرجة هتتفاجئ بالمتيريات ولد كويس جدا وسطايل أوروبي ولعيبي يعني ما توجدش زيه في مصر زي ما انت قلت الفارق طبعا الدوريات مختلفة بس حط كمان في اعتبارك السن بيعمل الكلام ده لما تشوف الدريبز بتاعت محمود تريزي جي يعني أنا بس محمود تريزي جي في المركز 57% 3.8 بالنسبة نجاح 55% بنكاين في حوالي أربع مراوغات في التسعين دي نجمة تشيل سي بردو موجود بأرقام قريبة شوية من تريزي جي 3.7 في التسعين دقيقة بمعدل نجاح 34% قدما تروري طبعا هو رقم واحد 13 تقريبا محاولة أو 13 دريبل في المباراة بنسبة نجاح 70% لو شوفنا مثلا مقاراتا برمضان صبحي على سبيل المثال واحد من العيبة الحلقة ذكرتها بتلعب في نفس المركز هنلاقي نفس الكلام هنلاقي انه هيسم متفوق بفارق كبير لو قلناه بعمر مرموش نفس الكلام لو جينا يعني نشوف نستعرض الأرقام بنسبة رمضان صبحي أو نروح للسلايد اللي بعدها ده رمضان صبحي بالزبط نفس المركز هنلاقي العدر كبير جدا فهو عنده الشجاعة انه هو بيعدي دايما عنده حلول فردية واضح لانه هو بيخود التجربة وبيعدي ويعمل دريبلز أطور حتى لو شوفنا محمد صلاح حتى هتلاقي برضو الفرق كبير هنا مش بنقول ان مين أفضل لكن عايزين أقول ايه ان القماشة مختلف الستايل مختلف هيقدر يقدم لك حلول مختلفة يا سيد أحمد دهنا بنتكلم فيه يعني شوفنا حتى أحصائيات صلاح حنلاقي برضو انه الدريبلز بتاعت صلاح في المورال واحدة قال كتير جدا كمان من هيسم حاسم ده انا حبيت نستعرض الأرقام دي قبل ما نشوف هيسم على الشاشة عشان نشوف اللي احنا بنقوله ده طبعا على الطبيعة وفي الملعب عامل ازاي ده طبعا دي أرقام صلاح 5.5 واحد بمعدل نجاح 54% بس الحتة دي توارت يعني جدا عند صلاح كمان في الفترة الأخيرة طبعا وتحسن فيها أفضل جدا موسم ده واضحة قوي فيه وهو صلاح بيعرف من أين تقوك للكاتف كبستان ورونالدو كان أعلى لعب في الدريبل على مستقل لكن بعد كده تحول أفضل لعب مسجل على مستقل العالم أنا أفضل بالنسبة للفترة أني أنت يبقى عندك لعب أفضل لعب يعمل دريبل في الفترة ولا أفضل مسجل مسجل طبعا نفضل مسجل طبعا لو نشوف بقى الفيديوهات نروح لفيديوهات هايسن حسن 19 سنة يلعب برجل الاثنين في مركز الجناح الشمال بالضبط الجناح الشمال وجناح اليمين واخد بالك أنه كمان ليه أصول تونسية ففي منافسك بها ما بين مصر وفرنسا وتونس للزفر بخدمات اللعبة تمام هو قدم الرئيسية القدم اليسفر حيسم اللي لابس الأصفر لأيام كان مع فيا ريال بالضبط ده مع السكنتين فيا ريال وبعدك طبعا انتقل لميرانديز ده أمام برشونا بي هنا هو بيلعب في فيا ريال بي في مواجهة برشونا بي بالضبط دي فرق الشباب عندهم ايه وهنا زي ما شايفيني في القطات دي احنا هنا بنتكلم على بيلعب في مركز الوينجليفت مكان ممكن ترزيجي مكان عمر مرموش زي ما اتكلمنا بس هو أشوال الأساسي بتاعه أشوال شفته بيشوت باليمين بالضبط وقدر بيشوت باليمين ومساجد الأهداف باليمين بالضبط ودايما الاختيار الأول عنده انه يروح ويروغ واحد واثنين وحتى تصويباته على المرمو عنده الجرأة انه هو يلعب على المرمو وبفعالية كبيرة يعني لو بنشوف هتلاقي تصويبات دايما على الانتارجت حتى لو ما بتدخلش بس انتارجته ده مهم جدا بصو شوف هنا المراوغة ازاي بتخلص من اللعب بيرجع رقصه تاني ويفتح الزاوية وزي ما شايفين بيشوت مرة بالشمال مرة باليمين وعايز اقولك انه لعب مع منتخب فرنسا في كاس العالم بص هنا برضو ده ناحية تاني بقى ناحية محمد صلاح على الجانب اليمين من الملعب لعبة بتقول مع منتخب فرنسا بص الهدف ده سيد احمد بص الفينيشنج بتاعه هنا قدام الجول اللمسة بتاعته مختلفة تماما انا بشايف انه لعيب مستوى عالي قوي بلعب مع منتخب فرنسا تحت 17 كاس العالم وشارك معه منتخب تحت 20 كمان وولد الحقيقة لا باين يعني جدا المهارة بتاعته ولمسته للكرة حصل تواصل معاه من سن صغير ده كممكن يلعب شباب يلعب أليمبي ده هنا مع منتخب فرنسا 17 هو واضح ان هو فريق عن كل اللاعب اللي حواليه كمان لا هو كمان تكوينه الجثماني واضح انه تكوينه جثماني قوي جدا بصراحة المنتخب هيستفيد منه جدا حصل تواصل معاه وسين حصل حقيقة تواصل معاه وهو في كمان تواصل معاه من جانب التونسي هو الرجل انا كلمت مع والده هو الرجل مش عايز دلوقت ياخد القرار ان هو يمث المين